ولا تزال القضية الفلسطينية على قمة أولويات الدولة المصرية حيث تعتبر جزءا من الأمن القومي المصري موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير منذ عقود تمليه روابط الجغرافية والتاريخ والدم والقومية مع الشعب الفلسطيني ظهر هذا الموقف جليا خلال التصعيد الحالي في غزة فمنذ شررة الأولى للحرب كانت مصر حاضرة وبقوة على خط الأزمة حيث انخرط الرئيس السيسي في اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء العالم دعا خلالها كفة الأطراف إلى دعم التهدئة وتغليب صوت العقل والحكمة والحفاظ على حياة المدنيين باعتباره أولوية قصوى كما تضمنت الاتصالات الرئاسية بزعماء العالم التأكيد على ضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة في ضوء تظهر الأوضاع الإنسانية في القطاع مع تأكيد موقف مصر برفض سياسة العقاب الجماعي والحصار والتهجير تزامنت تلك المساعي مع داوة مصر لقمة القاهرة للسلام والتي استضافتها العاصمة الإدارية بحضور دولي رفيع المستوى وجاءت كلمة الرئيس السيسي أمام القمة بمثابة خارطة طريق لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ووقف العنف الدائري في قطاع غزة سادة الحضور أن العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير وقد أكدت مصر وتجدد التجديد على الرفض التام للتهجير القصري للفلسطينين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيدان إذ أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة وإهدارا لكفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع الأحرار في العالم على مدار 75 عاما هي عمر القضية الفلسطينية على المستوى الإنساني صرعت مصر كعدتها إلى تقديم يد العون لأبناء الشعب الفلسطيني وخصصت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية المقدمة من الجهات الراغبة في إغاثة سكان قطاع غزة تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة إن مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهود مدنية أناء الليل وأطراف النهار لسنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله وفي هذه الظروف الميدانية القاسية اتفقت مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام بإشراف وتنصيق كامل مع الأمم المتحدة ووكالة الأنرة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأن يتم توزيع المساعدات بإشراف الأمم المتحدة على السكان في قطاع غزة كما قررت مصر استقبال عدد من المرضى من سكان قطاع غزة لطلق العلاج في المستشفية المصرية وهي الخطوة التي لاقت إشادة وترحيبا دوليا واسعا وكشفت عن صدق عمق العلاقات بين مصر والشعب الفلسطيني الشقيق باعتبار مصر الشقيقة الكبرى لكل دول المنطقة